السلام اللي بنات كديري اللي بسهليكم هانيين باخير يا بيتكن امر في مو احوالكم سانكسن كذي ما نقدم لكم ان شاء الله بحت حلية تركيا بالمهلبية كتكون قضايف تطلس كتجي زوينا في الحقيقة كيف ما كان عرفه الغنافة بالمهلبية اول حاجة نحضره الغنافة اللي عتكون عدي واجدة كانحتاجه 100 قرن تقريبا جو جمع الكبار ديل الزبدة ديل مالغارين او الزبدة البلدية اللي عندكم توفر عندكم فضاش قدروا تسعملو كندوبوهم هم اللولين من بعد كنزيدو عليهم 200 قرام ديل الغنافة كيف ما شو القنافة اللي عندي ديجا محمرين ها هما في الفران هما ديجا واجدة كيف ما كان قولو اه بحلا كان قليوها في هذيك شوية زبيدة باش كتعطينا واحد القرمشة وكتجهت الواحد اللي وين دهيبي ما زال لا تتولي لون دهبي وكتجي المضاق ديلها مع ذك الزبدة كتقلا فيها كتعطيها واحد القرمشة وسر النجاح للقنافة والقرمشة ديلها وكذلك المهلبية التعريقة ديله لا صراح تواججوش اجي القنافة ديكم خطيرا كنضيفو ثلاثة المعالق حتى اربعة المعالق لحسب اه اكيد لحسب الضوقة دي الواحد دي السكر ساني ده باش كنعسلوهم مع بعدياتهم وكدين القنافة حتي يحلوه وما خصاش اجي امسوسة كنخلطوهم من مكونات مع بعدياتهم حتى كنساجمو مزيان تقريبا واحد جوش دقيق فهدل اثناء تقدروا تضيفو القرقاء الى كان عندكم كتهرمشو وكتضيفو حتى وكيجي زوين في الحقيقة ما كانش عدي وجد انا يعني موجود فالدار فاستغنيت عليم كيكون عندي كنديرو كيعتاها واحد لمادق وكيعتاها واحد اللوغو وكذلك كيجي مميز في هاد القنافة بالساف سافيا نخليها جانيبا حتى كتبرد حتى ما خصاش كنسخونا ونضيف عليها المهلبية دينا ونحضروا عنوياتكم المهلبية دينا كنحتاجوا فيها واحد اللوغو دي الحليب وجوج معالق كبار دي الدقيق الفورس دي يكون دقيق ممتاز وثلاثة معالق كبار دي الناشا مهم كيف ما كان دي الدراع او دي القمح ماشي مشكي مهم تكون ناشا وصافي كنضيفوا اصفر بيت فقط وحنا في الاتناء كان نركز عليها البوطة رطافية عليها ممشي عليها نهائيا كنخلط المكونات مع بعديتهم مزيان حتى كي نساجموه ما يبقوش لي الكوبيرات والبيت حتى هو باش ما يطعبش ليه فكنشعر البوطة بعد ما كانت اكد بان المكونات كلهم منساجموا مع بعديتهم ونشعر عليها البوطة لها تكون مهيدة وفي هذه الاتناء ما خسنيش نوقف نهائيا تحرك ما تخفوش عفوش يعني ما تلهوش عليها وما تنسوهاش البوطة الشعلة وحنا كان نحركو نحركو حتى كتب اللينا عصافي يعني راها بدش كتختار واحد شوية كنضيفو حد الكأس دي السكر السنيدة بالنسبة لي السكر يعني كافي في الحلاوات تقدروا انتوما تضيفو كأسو نصف لذا دي شوية الحلاوة كنخلط المكونات مع بعديتهم وسمحوا اللي يضلقتها في المونتاج المشاش وانا كنضي للمونتاج الله كي بعملت ليه المحلمية دينا باش كنعرفوها ان وجدت كتبدأ دي لنا شكل فوقعات على شكل عيون هدا كي ننمو الليبي دينا سفرها وجدت سوف نحيدها جانبا ونخليها حتى كتبرد ونضف عليها الاضافات اللي قد نتشوفها معايا في الفيديو من بعد ما بردتني المهلبية خليناها تقريبا 11 دقيقة الـ 15 دقيقة نضيفو عليها الكريمة السائلة لـ 250 قرام ووحد شاصة ديالفاني باش عناكوها بشاصة ديالفاني كتعطيحها واحد انكها زوينة المهلبية انا كتعجبني ديال هدا القنافة انها تكون جارية شوية إلا كانت حقدة ما كتجيش زوينة السائرة حتى الجارة تجحة من مرة اللي كتكون خاطرة كتجي هكا كتجي خفيفة وكتجي بنينا كيف من كتشوفوا البنت ديالي المساعدة ديالي را هكا تعوني اللي خليها لي يا ربي خلي لكم وليداتكم اش معفلية شنو لابسة كمعفل وليدات مع السائلة دا وكيعجبها توجد معايا بحلاكة الكيك الحقيقة والتحليات كيحمقها داك شي فخليتها انها أخير غير هكا الأشياء بسيطة انها تتساهم معايا وتحسبها راسها بحلا دارة شي حاجة مهمة اللي بنات كنخلطوا المكونات مع بعديتهم مزيان مزيان بيضطرة بالكهربائي تاك تخلط لينا الكريمة مع المهلبية وهاكا كنتأكدوا بان ما بقيت عندنا في هاتي شي حاجة كويرات وكذلك سبب الخلط الكهربائي هو انه كيعطي الكريمة ديانا واحد الملسم اللي كيكون رطب كل شي المكونات كينسجموا مع بعديتهم كتجي المهلبة ديالا أكتر من رائعة سوف المهلبية عندنا وجدات كيف ما كتشوفو عن خلطها تقريبا ما بربعة تقيق حتى الخمسة تقيق كل ما خلطناها كل ما كتجي معا مستجموا وهاكا كتجي في القوام ديالها زوين المهلبية كيف ما كتشوفو وجدات عندنا ندوز الخطوة الأخيرة وهي أنا نضيفو في المهم اي قالب عندكم ديال حلوية تقدروا يضيفوه في الاتناء كي فيما كان عندكم انا عندي هدا اللي صغير وارقاع في الحقيقة ما د serve كاملة فهدك شي لا اتخرجو في حالك 20قوس باش ان ند burns كواص فرضية في الحقيقة كتجيزونها في التقديم لا وجد اخنص 3 بالنسبة اللي كنتو عائلة فاديروها بحلاكة في هذا القلب اللي كيكون كبير كنضيف نسبة الكمية في القاع ومن بعد كنجيب واحد الكأس باش كنعطيها واحد السطح اللي كيكون مساوي مع بعديتوها كبير الكأس دي العنبا كان قندرفها بحلاكية حتى كنت تسطح لي بالنسبة الكؤوس هنضيف تقريبا واحد اللي ما يلقى معي القاع غير في القاع باش غدينها واحد تشكل يعني تبقى دي القنفة تبقى دي المهلبية وتبقى دي القنفة فوق منها كتجيب تقديم ممتازة صراحة والتحلية فردية كنفضلها بالنسبة للطياف على كيف مجد لكم على هذا القلب اللي كيكون كبير هنضيف دبا المهلبية ديالي فوق من القنفة وغدا نجيب حدل معي القاع حتى هي وغدا نسطحها باش هكتجيني مساوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف يتجيني مساوية سوف يتجيني مساوية سوف يتجيني مساوية وغدا نفعلها واحد شوية فوق دي القدايف يجي شكل ديالها بحلكية كيجي ممتازة بالنسبة للمدقة اللي بنات كيدي خطارة ديك المهلبية ودك التقرميشة دي القنافة كيجي واحد المدق مميز ما بين تقرميشة وكذلك ما بين الكريمة اللي كتجيني بمتازة تكون في واحد القيوام اللي هو رائع نتصنع او شي حاجة الناس اللي متبعيني رهم عارفيني بالنسبة الكؤوس يعني حتى هم ماضا غدا نعمرهم بالكريمة ديالي تبارك الله يعني الشمعة يارا يعني التحليار كتخرج يعني كتكون اقتصادية وكتخرج لكم أحد الكمية اللي لبأس منها يعني تقدر يجو عندكم الضياف كاملين ديروا غرض مهلبية تستغلوا الوقت وكذلك ما فيها الشمارة في الحقيقة ونهائيا مقارنة مع الكيك اللي عندرو فيها الكريمة وشكولة فالتحليات دي المهلبية من أسهل ما يكون متحليات وكذلك تفت تقديم ديالها كي تفتح شكل راقي وكتب عن شي حاجة اللي فاخرة فعلا بحالة أنا كوجدتي شي حاجة للنيت رغم أنها بسيطة المكونات ديالها سهلة في الخدمة ديالها وفي تحضير ديالها فكنت مني إن شاء الله تجربوها بالطريقة ديالي وتمنى الإعجاب ديالكم في الحقيقة كتب عن ديالي معكم آخر تقديم لهذه التحليا ولكن كانوا عندي الضياف في الحقيقة فهذاك الشيء ما درشت لكم تقديم كنشكركم بزاف على حسن المشاهدة ديالكم على اللايكات تعاليق الزمينة لكتخليكم شكرا لكم بزاف بالنسبة للإخوة اللي كيجيخلوا لي التعاليق واخا ما كنجيش عندكم راكم عارفين الظروف وفاقت وشكرا لكم من القلب صراحة التعاليق ديالكم كتحفزني أنا نقدم لكم المزيد المزيد وأنا ندي معتكم الأشياء الجديد اللي عندي كيفما كتشوفوا الإبن ديالي ركزنا بفارغ الصبر واتلقوا في فيديو آخر إن شاء الله وبسلام عليكم ديمتو في أمان الله